اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ودور الكنيسة ومين هو المسيح ودوره في حياتنا بنقدر نبص كده نشوف المسيح كده ودوره في حياتنا من آخر كام آية سمعناها في إنجيل النهاردة لما قالوا آخر آية لما جمع قالوا إيه جمع مجدوا الله قائلين ما رأينا واحد مثل هذا قط المسيح في حياتنا هو محب البشر هو ضابط الكل هو صانع الخيرات هو غافر أثمنا هو ماحي ذنبنا هو اللي يخلصنا من الهلاك والفساد يكللنا بالمراحم والرأفات وهو اللي بنتحد به ناخد غفران خطيانا وحياة أبدية وده جزء يمكن جزء من من هو من هو المسيح لكن دي كلها جزء من صلواتنا اللي احنا بنصليها اللي دايما نشوف كده فيها المسيح وتعالوا كده من دمن الأدديس اللي بتركز لنا كده على من هو المسيح أنه أداس الأداس الغري غوري بالضبط كده برافو عليكم فالأداس الغري كده تعالوا كده يعني على لمحة كده هو ويسيب لكم الباقي كده إيه زي هومورك كلنا نعمله مع بعض عشان نستمتع بمسيحنا العظيم الممجد نقوله كده لأن الأداس الغري موجه إلى الإبن اللي هو الله الكلمة المتجسد نقوله أيها الكائن الذي كان الدائم إلى الأبد الأزلي الأبدي المساوي والجليس جليس على العرش الخالق الشريك مع الآب الذي من أجل الصلاح وحده مما لم يكن كونت الإنسان يعني ربنا بصلاحه خلقني يعني خلقة الله للبشر تعلن صلاحه من لا شيء من العدم خلق خلق الإنسان ربنا لم يكن محتاج للإنسان لكنه خلقه ليه علشان يضعه في فردوس النعيم وعندما سقط حط وجعلته في فردوس النعيم يعني ربنا من صلاحه خلق الإنسان بمحبته علشان يضع الإنسان في فردوس النعيم ربنا خالي الإنسان ليه علشان الفردوس ربنا خالي الإنسان ليه علشان يكون معاه إلى الأبد تخيل كده لو شخصية عظيمة وقالت لك تعالى هتقضي إسبوع معايا هنحس بإيه؟ هنحس بتميز وامتياز وفخره وفرح غامر ونبقى كده مشتقين للإسبوع اللي نقضيه مع الشخصية العظيمة ونشوف كده نتعرف على الشخصية وعن كرب هو ده مسحنا هو ده مسحنا ويمكن ده ينقلنا وده لسه جزء يعني لسه هنتكلم على جزء تاني طبعا برضه قبل منسيب الأداس الغريغوري في الصلاة الصلح التانية بتقول لنا كده كلمنا أيها المسيح إلهنا القوة المخوفة غير المفهومة أو غير المدركة يعني محدش يقدر يعرفك غير إذا كنت أنت تظهر لنا ذاتك يا رب قوة مخوفة غير مدركة التي لله الآب الجالس فوق العرش الملتهب الشاروبيمي المخدوم من الكوات النارية وأنت نارك آكلة كإله لكن من أجل تنازلك غير الموصوف ومحبتك للبشر لم تحرك الإنسان الغاش عندما دنى منك يعني لما يجي إنسان غاش زي طبعا بنفتكر يهوزة بس مين برضو بيغش أنا 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 بخون ربنا كتير وبغش ربنا كتير لكن إيه اللي يخليني أقرب منه محبته قولوا يا رب أنا بقرب منك مش أما أنا بات لما بدخل الكنيسة في صلاة كده كلنا لازم نسأل أما أنا فبكسرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد أمامه يعني رب اللي مخليني أدخل بيتك أنا مستهلش زي كده بطرس لما قال يا رب ما أخرج برسة في أنت أنا مستهلش فاحنا نقول رب احنا ما نستهلش لكن أنا داخل برحمتك أنا داخل بيتك بمحبتك للبشر تنازلك غير الموصوف ولا المدرك أنا جاي لك وكل مليان خطايا لكن جاي علشان أنت نبع الطهارة فأنا هعمل معاك ديل أو ربنا هو اللي بيقول لنا تعالى نعمل ديل أنا هاخد كده كل حاجة وحشة عندك وهديك طهارة أديك قداسة أديك محبة أديك سلام هو ده إلهنا المخوف القوة غير المدركة عقلنا ما قدرش يفهمها وده يمكن ينقلنا لدور الكنيسة دور الكنيسة مسيح كان في البيت موجود والناس تجمعت حواليه دور الكنيسة بقى هي الأربع رجال دور الكنيسة هي الأربع رجال كتير بيقولوا مفسرين أباء الكتاب المقدس من الأباء يقولوا الأربع رجال هم الأربع أناجيل ليه الأربع أناجيل بيمثلوا الأربع رجال عشان الأربع أناجيل بيكلمون عن مين عن المسيح إيه هو دور الكنيسة زي الأربع رجال كده إحنا ما فيش فينا قوة ناس كتيرة ما بتحبش تجي أو ما تقدرش أو ما تحبش تقول تقول لأ أنا مش فاضي وناس تقول أنا ما استهلش حج كده تقول لما مش عشان أنا مش فاضي جوة كده أنا مكسوفة قبل ربنا أنا يعني حياتي شكلها إيه أنا مين وربنا وربنا مين وفي ناس تستقل بربنا طبعا لكن دور الكنيسة النهية تشلنا إحنا كلنا البشرية في حالة من إيه من الشلل حالة من الشلل حالة من عدم القدرة وعدم الإمكانية فتقوم الكنيسة تعمل معانا اللي هي دورها الأربع أصدقاء اللي هو يخدوا يحملوا الإنسان ويحطوا أمام المسيح يخدوا الإنسان العاجز الفاشل المشلول الغير قادر على الحركة المليان بالخطايا تحطه قدام قدام المسيح وتقول له أنت اتصرف يا رب الكنيسة هي مين هي إحنا الكنيسة هي إحنا والكنيسة اللي هي إحنا بتدينا دور أو مديانة أو إحنا علينا دور هو دور الأربعة أصدقاء مش معنى كده على فكرة إحنا ربنا امتدح في الأربعة دول إيه إيمانهم إيه الإيمان اللي هو امتدحه في الأربعة أصدقاء دولت إمتدح الإيمان اللي هو واثق إيمان يمكن مش فاهم لكنه واثق هما حطوه قدام المسيح مش عارفين هيعمل في إيه أو يمكن كان أقصى آملهم إن المسيح يعمل في الشخص المشلول ده إيه يقوي وده اللي بيحصل معانا إحنا بنخدم إحنا متخيلين إن إحنا يعني فاهمين لكن سامحوني إحنا في حاجات كتيرة في نواقص كتير في فاهمنا وفي إيماننا وفي حياتنا لكن بخدمتنا للآخرين إن إحنا نحمل أسقال الآخرين إن إحنا نساعد الآخرين بنشوف ما لم تره عين ونسمع ما لم تسمع به أذن ما كانوش يتوقعوا الأربع أصدقاء إن السيد المسيح يقول مغفورة ليك خطاياك كان أقصى طموحاتهم إنه يقولوا قوم يلا امشي أو تحرك أو إن هو يقدر يتحرك لكن بنعرف من الإنجيل دوت إن مين اللي له القدرة على مغفرة الخطايا المسيح الإله قالوا ما نعرفش غير هو ربنا بس هو اللي بيغفر الخطايا يبقى ده عايز يقول لنا إيه أنا إله أنا إله أنا عندي إله عندي قوة لمغفرة لمغفرة الخطايا دي طبعا بتعرفنا مين هو المسيح هو كان عندهم إيمان إنه شافي لكن يشفي الجسد لكن ما كانش يعرفه إنه هو عنده قدرة إنه هو يشفي إيه يشفي الروح سفر الأمثال في آية حلوة خالص تورينا الفرق ما بين الجسد والروح وشفاء الجسد وشفاء الروح ومين الأهم سفر الأمثال 18-14 يقول لنا إيه روح الإنسان تحتمل مرضه أما الروح المقصورة فمن يحتملها يعني إيه الكلام ده الروح المقصورة يعني لو أنا روحي نفسيتي مقصورة حتى لو جسدي صحيح ما أقدرش أي حاجة أستحملها لكن لو جسدي الإنسان روح الإنسان تحتمل مرضه يعني لو أنا إنسان مريض لكن روحي صحيحة أقدر أحتمل التعب أقدر أحتمل الظروف الصعبة وده اللي إحنا بنقراه وبنسمع عنه في سير القدسين اللي إحنا لسه سمعينها كانت عندهم روح قوية روح مليانة روح شبعانة شبعانة كده بالإيمان شبعانة بالمسيح وبالرغم من كده كان هم نفسهم بيحتملوا الصعاب ويحتملوا الضيقات وكل ما يحتملوا ضيقة إيمانهم يحصلوا إيه يقوى أكتر هو متخيل الكديس أو الكديسة أو الشهيد والشهيدة دول دخلين إن هم هيعذبوا وهيموتوا فهم فرحانين إن هم هيموتوا من أجل اسم المسيح هو ده هدفهم هو ده غايتهم لكن في منهم كان يدخل يلاقي إن هو النار ملهاش سلطان يبقى ده يحصلوا إيه ده إيمانه يعني يبقى يتضرف في مية لما أنا داخل كده هوت وعارف إن أنا هموت أنا مش عايز غير إن أنا أموت لأجل اسم المسيح ده هدفي ما عنديش أي مشكلة لكن أبص ألاقي إن شربت سم والسم ده ما ضرنيش ده يوريني إيه يقول لي إيه ده 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 أنت إلهك ده إلهك يعني يعني فوق كل شيء فوق المادة فوق الإمكانيات هو ده دور الكنيسة عشان كده بنيجي في الكنيسة دايماً بتعرفنا بالمسيح الإله القوي الإله الشافي دور الكنيسة في الوعز ده جزئية لكن أهم كمان من الوعز هو إيه هو الخدمة العمل الخدمي والعمل والعمل الكرازي وده موجود معانا في إريات النهاردة نبص نلاقي الكديس بوليس وهو الكارز العظيم يشاور لنا على الدور الدور دوت يقول أنا جيت كده ترواس وربنا فتح لي باب للخدمة يقول أنا رايح ومش عارف إيه اللي هشوفه لكن ربنا لقيته فتح لي باب للخدمة فهو بيخدم المسيح شايف قدامه المسيح حامل في جسده ألام المسيح ويقول أنا رايح كده أخدم المسيح مش عارف إيه اللي هيتفتح وإيه اللي هيتقفل لكن لما حابجة تتفتح باب يتفتح يبصي لايه ده من ربنا وبعدين بيقول لنا فالنعمة لله الذي يظهرنا في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان يعني أنا كخادم أنا كإنسان مسيحي الخادم مش معناها خادم مدارس أحد الخادم هو الإنسان المسيحي إنسان خادم إنسان طول ما هو ماشي بيخدم اللي حواليه اللي يعرفهم واللي ما يعرفهمش وبالأكتر اللي ما يعرفهمش وبالأكتر اللي يعني لا يعرفه لا يعرفه المسيح فيبصي لايه كده أنتم رائحة المسيح يعني أنا كإنسان مسيحي دوري اللي هو دور الكنيسة دوري أنا كعضو من أعضاء جسد الكنيسة أو جسد المسيح إن أنا أكون رائحة المسيح يعني إيه رائحة المسيح يعني لما أمشي وتعامل مع الناس الناس تشوف في صفات المسيح في ناس لهم رائحة موت لكن ولكوم رائحة حياة لحياة أبدية لأن رسالتنا هي أنتم يقول كده أنتم الرسالة كل واحد فينا ده دور بتاعه دورك كنيسة ما تفتكرش إن الكنيسة بتعرف تخدم من غيرك الكنيسة بتخدمني بتخدمك وبتخدم بيك أو بيك الكنيسة بتخدمنا وبتخدم بينا فيبقى هو ده دوري أنا جاي النهاردة أنا جاي عشان أشوف المسيح أنا جاي علشان أتملي عشان ألزق في المسيح أتحد بيه فأقوم لما أخرج إلى العالم أخرج إيه؟ أخرج رائحة المسيح الأربع تلميق الأربع رجال جايين علشان شفاء جسدي لكن شافوا ما هو أعظم وإحنا دي برضو خبرتنا الخدام لما بيروحوا خدمة ويرجعوا يعدوا يحكوا إزاي أعمال الله كانت موجودة معاهم أعمال الله موجودة في كل يوم الله بيفتح ببان والله أعمال فيه ببان بيقفلها وببان بيفتحها إيه اللي بيقفله؟ بنقول أمين يا رب ده منك اللي بيفتحه بنقول أمين يا رب ده إيه؟ ده من عندك من عندك أنت أحد الكرازات اللي اتعملت السنة اللي فاتت رحنا كده أحد الجزر الجزر اللي الناس كتير بتروح تصيف فيها لكن إحنا رحنا رحنا مع الأهل نفسهم اللي دايما لما تخرج كده في الشارع من الريزورت تبصت تلاقي الشوارع يعني أقل من العالم من العالم التالت فروحنا كده وأحد كده يعني المهام كنا نفسنا نروح السجن فقلنا إحنا مش عارفين وعشان نروح السجن ده لازم بقى وصايت ولازم ولازم معارف ولازم حاجات كتير فحد جاب لنا اسم شخص إن إحنا نقدر نتصل به فإحنا يعني إيه كنا يعني مش عارفين هنعرف نوصل ولا لأ بس قلنا هنحاول إحنا خسرانين إيه هنتكلم ونشوف وتكلمنا وطلبنا معاد وبصينا لقينا للعجب اللي إحنا ما كناش متوقعينه إن المعاد اللي إحنا يعني ما كانش اللي إحنا طالبينه بس معاد تاني اتفتح لنا ديس بولس بيقول اتفتح باب إن إحنا نروح المكان دوت في مكان ما رحناهش قبل كده وفي جزيرة ما رحناهاش قبل كده وما نعرفش فيها أي أي معارف قاعدوا يسألونا أنتم مين وجايين تعملوا إيه وجايين تعملوا قولنا لو إحنا جايين بس إن إحنا نتكلم عن المسيح فقالوا لنا تعالوا بس ليكم ساعة وحدة فقلنا ماشي فدخلنا كده المكان بصراحة كان مكان مخيف مكان مخيف لأن أهل الجزيرة دي يعني عارفين عمليك حاجة شبيهة أصغر من عمليك شوية بس يعني أكبر من يعني أكبر واحد فينا يعني ودول ناس مساجين يعني فإحنا دخلين وعملين بقى بيبصوا علينا ويتفرجوا علينا وإحنا عمالين نتفرج عليهم هم يبصوا علينا ويتحكوا وإحنا نبص عليهم من إيه وخايفين مش عارفين إيه اللي اللي مستنينا لكن إحنا يعني إيه زي ما بيقولوا كده غمضنا عينينا ونطينا كده في الميا ودخلنا السجن العجب أنهم قالوا إحنا ما نقدرش نجبر حد ييجي إحنا هنقول إعلان بس أنتوا أولا في فرصة صغيرة بس أنتوا قدت لنا نوتس يوم واحد وإحنا نحترم حرية الناس برضو هنا اللي هنقول لهم يجي اللي لي 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 هو حر بصينا لقينا القاعة القاعة اللي دخلنا فيها دي قاعة اتملت للآخر السجن في حوالي تلتميت واحد لقينا مية منهم تقريبا كانوا متوجدين في القاعة يعني تلت ودي حاجة يعني يعني قاعة مليانة دي حاجة مش سهلة يعني فطبعا إحنا يعني هما قاعدين وإحنا بعاد ورا وفي حراس بقى علشان يعني حماية فإحنا قمنا وقدمنا كده يعني سكتش كده هوت فيه عمل المسيح مع زكة وبعدين قلنا كلمة بصينا بعد ما خلصنا بنسأل بسأل أي حد عنده يعني سؤال أو حد عند عايز يقول حاجة يعني بصينا لقينا واحد واحد فيهم يبتدي يرفع إيده ويقول أنا عايز أطلق قدام وعايز تحط إيدك وتصليلي طبعا دي حاجة كانت فوق ما إحنا نتخيل إن الناس يستقبلوا إن الناس هم اللي يقولوا إحنا عايزين نيجي وعايزين تصليلنا وفعلا ابتدوا كده ييجوا واحد واحد علشان كده إيه علشان نصلي لكن طبعا العدد كان كبير فالشخص المسؤول قال لا ما ينفعش واحد واحد إنتو تيجوا إيه مجموعة مجموعة فكلنا خرجنا نمجد الله على عمله دايما اللي يخدم ربنا بيبص يلاقي يشوف الله وفعلا كلنا رجعنا بنقول إحنا كنا بنسمع وبنتكلم عن ربنا لكن إحنا المرة دي إحنا إحنا شوفنا إيدين ربنا وأعمال الله معانا مش ممكن حد يعني يبقى هدفه إنه هو يقرب من المسيح والمسيح ما يقربش لأن المسيح هو اللي بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا قريحكم ربنا بيقول يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون ربنا عايز يورينا إيده عايز يورينا نفسه عايز يشبعنا من نفسه في كل أمور حياتنا الأربع أصدقاء دولة ممكن نقول عليهم كلام كتير بس آخر حاجة إنه هو الإيمان مش معناها بلا تحديات الأربع أصدقاء دولة كان قدامهم تحديات كتيرة دخلوا بصوا لقوا في جمع غفير ومعاهم شخص مطروح على سرير شايلينه بالعافية لكن بالرغم من كده لقوا إنها فرصة فقال لك إحنا مش هنفشل إحنا مش هنجف أب إحنا مش هنوقف فالإيمان مش معناها ما فيش تحديات لكن كل تحدي بيكون فرصة إن إحنا نشوف ربنا تلعوا فوق السطح لقوا السطح طبعا عبارة عن طين وقش قال لك إحنا هننزله قدام المسيح هننزله قدام المسيح قعدوا طبعا عملوا خرم في السقف ونزله الشخص المقعد أمام المسيح طبعا أكيد اتعرضوا لتعييرات أكيد اتعرضوا لكلام يعني يبايخ إنتوا إزاي تعملوا كده إنتوا ما بتفكروش إنتوا ما بتفهموش إنتوا إنتوا أكيد اتعرضوا لكل الكلام ده لكنهم ما هم همش فاللي فاللي عنده إيمان هايخد كم كلمة ده طبيعي لما الواحد ياخد كم كلمة لأجل إيمانه ما تزعلش ده طبيعي لكن أخدها فرصة إن أنا أنا هشوف المسيح وفعلا الأربعة دول شافوا ومجدوا الله فوق مكانه يتخيلوا الشخص نفسه شاف ربنا وربنا كده امتدح إيمانهم قال يعني لأجل إيمانكم أنتوا عندكم إيمان لعلشان الإيمان بتاعك ده يبقى احنا بنشوف النهاردة معجزة جميلة عظيمة نشكر ربنا عليها معجزة بتورينا مين هو إلهنا الحنان غافر الخطايا وبتورينا دورنا كأعضاء في الكنيسة إن إحنا عندنا إيمان بنجيب أصدقائنا وإخوتنا اللي مش قادرين اللي مش عارفين بنجيبهم لربنا فإحنا لما نعمل كده نعاين وإيماننا إحنا أكتر بيزيد ويتضاعف لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل قوان دهر الدهور أمين ترجمة نانسي قنقائنا ترجمة نانسي قنقائنا